اذا اسأل ابراهيم الى السؤال الاول السؤال الخير يا سيد ابراهيم الاول مع حضرتك محمد ابراهيم الجرف ايوسنا المنوفية وشرف لي طبعا اننا نكون بلديات حضرتك السؤال هو ما العائد على مصر الان من بحيرة ناصر اكبر بحيرة صناعية في التاريخ واحنا بنقول ان هي المخزون الاستراتيجي بتاع مصر من الميا بل اننا شايف ان الميا بتهضر والارض بتشربها وبتقبع فوق اكبر منطقة اسرية في التاريخ بسبب بحيرة ناصر اتنقلت معابد من مكانها واتدمرت معابد واتدمرت اثار مصر في هذه المنطقة طيب ايه الحل؟ الحل سهل وبسيط جدا هو نمرت واحد تكفيف بحيرة ناصر تكفيف بحيرة ناصر وتحويل المخزون الاستراتيجي للمياه من بحيرة ناصر لمنخفض القطار يبقى عبر ان احنا نحفر قناة بسيطة جدا من وراء السد العالي يتم تحويل ميت بحيرة ناصر الى منخفض القطار شايف كده انه هيبقى العائد الاقتصادي بقى كبير جدا 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 لو عملنا الحركة دي يا حركة فعلا يا سيد محمد طبعا انا اللي اشرف من حضرتك بلديات من واسنا لكن عموما لازم واحنا بنقول الشعب المصري مهموم جدا ببلده ومعني جدا بافكار علشان بلده وعايز تطورها وتقدمها وحل مشاكلها ومهما كان التقصص ومهما كان الجغرافيا اللي فيها المواطن المصري الى انه في النهاية مهموم ببلده وعنده افكاره وزمان كان طرح دكتور محمود عمارة العالم الاقتصادي والرجل العمالي الشهير فكرة بنك الافكار دي لانه فعلا هم تجيب بنك افكار حتى لو تبقى افكار خيالية على طريقة محمد ابراهيم بس لما نفكر لازم نبني على حقائق ممسوكة وسوابت علمية يعني الاسار لا بتدمر بمناسبة بحيرة ناصر بالعكس ما كده يغرق منها نقلناه ونقلناه نقل حضاري عظيم شاركة فيه الانسانية كلها فهو مش فوق يعني اثار اهم من مطقة اثار في العالم ولا حاجة الحاجة التانية انه من بحيرة ناصر بتنقصنا من الفيضان يعني تحتاج الظلمات بتاعت الفيضان ده كلام اولي جدا وبديه للغاية وحكاية بقى ان احنا نفتح على مقافضة الطرق دي فكرة خيالية ما ظنيش مبنية على اسص علمية لكن اللي يهمني ان انا اقول انه قد كده الافكار تملأ عقول المصريين وقد كده حمسهم لتقديم افكار لبلدهم محتاجين ان احنا نستسمع ونستوعب وندرس ولا نستخف باي فكرة ولا باي رأي بل ان احنا نعيد البحث فيها ونتعملها ولعل بعض هذه الافكار اللامعة او الخيالية تتحاول الى اشياء مفيدة وعظيمة لبلدنا تعالوا نروح الى عمر من طنط مساء الخير يا سيد ابرهيم ازاي حضرتك انا عمر من جامعة الفيوم خرج كلية العلوم 2019 كنت حبب اسأل حضرتك على انا صدامي كان موجود مع دفعتي ان احنا دفعتي والدفعات الصدقة طبعا ان دايما اي محاولة ان احنا نقول ان الافكار ما يراهم دينا يعني ان هي مجرد مش دين هي بس غلاف خارجي وان لا ان الموضوع كان غير كده وان احنا مصر زمان كان فيه ناس عايشة بشكل تاني وكان فيه رؤى ومنظور مختلف للدين فكنت عايز اعرف طبعا دلوقتي احنا من وقت الغزو الوهاي بالمصر في السبعينات تقريبا واحنا بساء شيء من العبس ان ان تقنع احدا يعني بان ده مش دين هو خلاص نشأ او تربع على ان هو ده الدين ولا حياد عنه يعني فليه ما يكونش فيه كتاب او اي كتب فكرية او حاجة تخص حضرتك او تخص اي حد من المفكرين يكون بيتكلم عن ازاي احنا اهلين او الناس اللي كانت قبل السبعينات كانت ازاي بتشوف الدين وازاي كانت الوضع مختلف الفكر الديني وقتها كان مختلف عن دلوقتي وليه حصل ان احنا استسلمنا بالشكل ده وبقى في فكر واحد ورؤية واحدة هي المسيطرة على الفكر الديني في مصر وليه ما فيش ثقافة دينية يعني ليه ما فيش فكر نقضي مصقف واعي في الدين يقدر ان هو ينتقد اي افكار دخيلة علينا او اي حاجة تكون منافية لمبادئنا وقيامنا الانسانية شكرا ده سؤال ممتاز وهم كبير ورؤية عظيمة من شاب مصري يعني طبعا انا بس عايز اقولك يا سيد عمر انه عندنا مسأل شعب يسبر الحضر العفريت يصرفه الحضر عفريت الوهابية في مصر هي الدولة المصرية واجهزة الدولة المصرية اللي تواطقت من اللحظة الاولى مع الغزو الوهابي ومع تمويل النفط للجماعيات والجماعات الاسلامية ومع الدعم اللي حصلته عملته الدولة المصرية لهذه الافكار الشكلانية من الدين والافكار السلفية من الدين والغزل الصريح والعفيف والفج اللي عمله رئيس السادات الله يرحمه مع الجماعات الاسلامية والاخوان المسلمين وهم اللي غيروا شكل حياتنا وافكارنا وحتى غيروا لغتنا طيب ازاي ننقذ نعيد تاني الشعب المصري ونقوله ده احنا الحياة كانت حاجة تانية وفيه فاهمة اخر للدين زي ما انت بتقول كموجود قبل الغزو الوهابي زي ما السعودية بتعملنا دلوقتي حالا مع ناسها واهلها وشعبها محتاجين الدولة محتاجين اجهزة الدولة هي اللي تنتبه لده وهي اللي تقود ده وهي اللي الدير ده مشكلتنا ان الدول الكتب موجودة والمفاكرين موجودين والافكار مطروحة وموجودة لكن المتنورين والمستنرين مش عاملين تنظيم مش جماعة اسلامية هم ومش عاملين جماعة سرية ولا بياخدوا تبويل وعملين جماعات سرية وبيجندوا ناس في الجامعات على طريق الجامعات الاخوانية والسلفية لا دي افكار بتتقال طلبة ان الناس تبقى احرار في عقولها عشان تستوعبها وتؤمن بيها فلا تقدرش تفرضه على حد ولا تقدر تعمل عمل منظم لان دولا دولا مفكرين مش جماعات وتنظيمات المال مين اللي يقدر يعمل الدولة اجهزة الدولة اللي تقدر تغير في مناهجها وتغير في خطابها وتقدم هذه الافكار والرؤى وتتبناها زي ما الخليفة المأمون تبنى كده حتى زي المتوكل ما تبنى رغم انه تبنى اهل السنة والجماعة والوجه للحان بالي السلف يعني لك في المحصلة لازم يحصل تبنى زي ما انور السادات تبنى الجماعات الاسلامية زي ما انور السادات تبنى الاخوان لغاية دلوقتي ما جاتش سلطة ودولة في مصر تتبنى مواجهة الاخوان والطار الاسلامي بالفكر اللي هو اللي كان والفاهم الديني اللي كان سائدا وسيدا في مصر وفي المجتمع العربي قبل هذه الافكار الوهابية التي غزت وتمكنت واحتلت وسيطرت واحنا في حالة يعني تقريبا معركة حقيقية مع هذه الافكار اللي سودت عشتنا وحرمت حياتنا وعطلت مشوار تقدمنا من اول البحث العلمي والسياسة لغاية الفنون والادام شكركم انتقي بكم غدا بإذن الله في آخر حلقات العام حديث القاهرة في عام 2022 كل صلاة طيبين الى الغد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة